وللوقوف على تطورات في غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال وسط فشله بتحقيق أهدافه معنا من لندن عبر سكايب رئيس جمعية المحامين العرب الأستاذ صباح المختار وعبر الهاتف من القدس الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سيد راسم عبيدات مرحبا بضيفة الكرام أبدأ معك دكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب أستاذ صباح تقرير لصحيفة وول ستريت جونال الأمريكية تحدث وشبه الدمار الذي حصل في غزة بالدمار الذي حصل في المدن الألمانية بان الحرب العالمية الثانية لماذا برأيك سمح العالم بتكرار هذه المآسي رغم الكثير من الآليات التي وضعتها المنظومة الدولية من أجل عدم تكرارها أصلا ما حصل في درسدن المدينة الألمانية التي تم قتل كافة سكانها وكلابها وقططها وإلى الخرشي ما حصل فيه رشيما ونقزاكي حقيقة هو النموذج للسلوك الغربي تصور إذا الأوروبيين كان لديهم الاستعداد أن يعملوا ذلك في ألمانيا وهي دولة أوروبية فما بالك بالعرب والمسلمين الدول الغربية ليست لديها سلوك معقول الافتراض بأن الغرب هو متقدم وأن هناك إنسانية في الغرب وغير ذلك من هذا حقيقة هو عدم فهم للوضع في العالم الغربي وانسجام مع الدعاية الغربية التي تطلقها بريطانيا وأمريكا ومقية الدول الأوروبية السردية الآن المستعملة من قبل الدول الغربية على وجه الخصوص هي موضوع معادات السامية وهي في الحقيقة معادات السامية أصلا هي جزء من الفكر الأوروبي روسيا وألمانيا وفرسيا وبريطانيا إذ أن الآسيويين لا يعرفون موضوع السامية وليس لديهم عداء للسامية الأفارقة لا يعرفون ذلك وبالتأكيد العرب ليسوا معادين للسامية لأنهم أنفسهم ساميين فما حصل هو نموذج للسلوك الغربي بالاستهانة بالإنسان وبالبشر وبالقوانين وبالسلوك وضعت قواعد لا لكي تطبق وإنما لكي تستعمل حينما يراد استعمالها كشيء تضرب على ظهور الآخرين أما الغرب فبالنسبة لهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون ويسمحون لمن يشاءون بأن يكرر ذلك ويفعل فبالنسبة إلى ما تقوم به الدولة الصيونية تجاه غزة والضفة الغربية ومحاولة إخراج الفلسطينيين بالكامل من فلسطين هو جزء من هذه السياسة الغربية التي تدعي بالإنسانية وتدعي بحقوق الإنسان وتدعي بسيادة القانون ولكنها لا تمارسه ومن تؤيده تسمح لهم بالانتهاكات ومن تشق فيهم ورأينا ما حصل مع روسيا روسيا حينما دخلت في صراع مع أوكرانيا في خلال ثلاثة أشهر تم توجيه الاتهامات إلى روسيا وبوتين وأنه انتهاكات فبالنسبة إلى الغرب يستعمل هذه المعايير ما حصل في العدوان على ألمانيا هو يتكرر في غزة ويتكرر في أماكن أخرى وتكرر فعلا في العراق وفي أفغانستان وفي ليبيا وفي سوريا وفي بقية الدول في العالم التي تعارض السياسة الغربية نعم أستاذ صباح أبقى معي لو سمحت أستاذ صباح المختار سوف أعود ليك مرة أخرى أنتقل بالسؤال للأستاذ راسم أستاذ راسم عبيدات مرحبا بك مرة أخرى يعني قوات الاحتلال تنسحب من مخيم البريج وسط قطاع غزة ماذا تعكس المشاغد القادمة من هناك وسط تمسك أهلها بخيار البقاء خصيدي بعد 85 يوما من العدوان المتواصل على شعبنا وأحدنا في قطاع غزة وما يوكب بالمزيد من الخسار في تنفوف المدنيين والمؤسسات المدنية وخاصة في الجانب القطاع الصحي المشافي والمراكز الطبية التي جزء كبير منها خرج عن الخدمة بسبب هذا القصف العمجي المتواصل بالإضافة إلى استهداف طور العبادة من مساجد وفايدة الكنائس ومدارس وجامعات ومراكز إيواء مقرات للوكالة هذا الاحتلال حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يحقق أي إنجاز أو نصر لا عسكريا ولا ميدانيا وبالتالي اليوم شاهدنا نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي رفض أن يكون إلى جانبه الذي رفض كل من قال وقلنت أن يقول إلى جانبه في هذا المؤتمر الصحفي وقال بأن هذه الحرب ستستمر حتى تحقيق أهدافها نفس الاستواني المشريخة يرددها بأن هذه الحرب الشاملة يجب أن تستمد من أجل قضاء المقاومة الفلسطينية في القلب منها حركة حماس ويجب أنه يعمل على إعادة الأسرع الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية من جنود ومستوطنين أنا أقول بشكل واضح أن هذه الحرب المتواصلة أصبحت بدون أهداف محددة وبدون أفاق وبالتالي هذه التصريحات فقط نتنياهو يريد أن يبحث عن نصر يريد أن يحمله لداخل الإسرائيلي لأن نتنياهو يدرك تماما أن جوبات المعارضة تدرك أنه يقود هذه الحرب بأفاقه الشخصية وحتى لا يلصر عهد حكومة ولذلك وبحث عن نصر وهذا النصر الذي كان يبحث عنه بحث عنه في المعمداني وصور المعمداني بأنه قلعة أسكرية وربما قرن البنتيكون أو الجيش الأحمر الروسي وبالسيطرة على المعمداني سيتم الوصول إلى قادة المقاومة وإلى الأصر الإسرائيليين وإلى مخاجم السلاح والصواريخ والألطاق وغير ذلك وتمخض الجبل فعلا تمتصل الجيش على الأطفال الرطع والقدج وذهب إلى محاولة إيجاد صورة للنصر في حذاء السنوار أو في صورة متخيدة لمحمد ضيط وأيضا في محاولة والوصول إلى نفق انتهى القريب من السياج انتهى الخدمته أو صلاحياته وبالتالي أنا أعتقد جازما به أننا في اليوم في هذه الحرب يعيش في معزق هذا المعزق مغزق داخلي نتيجة العزم السياسي المتفاقم والخلافات بين المستوين السياسي والعسكري والأمني بالإضافة إلى توسع الاحتجاجات الشعبية من قبل أهالي الأسرة ومن جمودهم السلطنين والتحول عملية المطالبة ليس فقط باستعادة أبناء من الأسرة من منطلق شخصي وأسري وعائلي بل أصبحت الشعارات والهتفاتية ضد نثنيهم والمطالبة بإيقالته وهذه أخذت بوعدة سياسية نتقي مع البوعد السياسي للمعارضة الإسرائيلية إذا سمحت لي سوف أعودي لكم مرة أخرى ونحن نشاهد صور هذا الدمار على ما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصور لنفسه نصراً على جثث الأطفال والنساء والمدنيين والمدن التي دمرت بالكامل هذا الشيء يدفعنا لتساول أستاذ صباح المختار عندما نضعه يعني إن صح لنا أن نضع القوانين الدولية في كفة ميزان والكفة الأخرى المصالح الدولية إلى أي مدى ترى أنه بعد فشل مجلس الأمن في إيقاف الحرب وإيقاف هذه المجازر ضد المدنيين التي يرتكبها الاحتلال الصيوني بعد فشل مجلس الأمن إلى أي مدى ترى أصبح جلياً وواضحاً أن المنظومة الدولية لا بد لها أن تصحح مسارها أم أن هذا الأمر يعتبر من المعجزات بسبب وجود المصالح الدولية التي إن شاءت تعطل القوانين الدولية وإن شاءت تطبقها على من تشاء مع شديد الأسف المنظومة الدولية أصلاً ليست لها قيمة حقيقية إلا عندما يريد الكبار وبذا فهي فاشلة أصلاً لأنها منحازة والنظام الذي يكون منحازاً لا يصلح أن يكون أساساً للمنظومة النقطة الثانية أن هذه المنظومة الدولية سواء كان مجلس الأمن أو الجمعية العمومية أو الاتفاقيات الدولية ليس لديها قدرة على فرض إرادة الغالبية على الأقلية وعلى المخطئ فهي ليست منظومة وإنما مجرد فكرة وأمنيات وإذا ما قارننا هذا الوضع بالقانون الداخلي في أي دولة من الدول وغض النظر عن نوعها هناك دائماً سلطة تحدد ما هو الممنوع وهناك سلطة إنفاذ القانون تقوم بتقديم المخطئ للقضاء والقضاء يستطيع أن يحدد العقوبة سواء كان سجن أو غير العقوبة المناسبة وبالتالي هذا لا يتوفر في القانون الدولي أما فيما يتعلق بإمكانية التغيير فالتغيير في تقدير غير ممكن في ظل الهيمنة الأمريكية وأخر مثال هو ما حصل قبل أسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة 135 دولة تصوت لضرورة وقف إطلاق النار و10 دول فقط 135 دولة ضد 10 دول فقط الدول أصدرت قرار بضرورة وقف إطلاق النار 135 دولة ولكن هذا القرار لم ينفذ ثم أسوأ من ذلك حينما ذهبوا إلى مجلس الأمن الدولي أيضا قامت أمريكا بإفراغ من محتوى بحيث لم يعد له قيمة ما صدر من مجلس الأمن الدولي فالمنظمة الدولية مع الأسف هي منظمة فاشلة لأنها مجرد فكرة وأمنيات ليس لديها سلطة للتنفيذ وليس لديها اسلوب في العدالة تسيطر عليها الدول الكبرى بالاتفاقيات المصالح فيما بينهما لذلك نرى الشق الكبير بين دول الشمال اللي هو أمريكا وأوروبا ودول الجنوب اللي هي كل العالم الباقي أفريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية وإلى آخرين هذا هو الوضع مع المنظومة الدولية التي نتحدث عليها مع شديد الأسف أنا شخصيا برغم من أنه أنا محامي ويجب أن نعترف بالقانون الدولي وإلى آخرين لكن حقيقة ممارسة وحتى من الناحية النظرية كما ذكرت أنا لا أعتقد أنه هو منظومة يصلح أن يكون منظومة للأسباب التي ذكرتها دعام دكتور صباح سوف أعود إليكم مرة أخرى بقام علي لو سمحت أستاذ راسم بالعودة إليكم هل سيستمر أهالي الأسرة الصهاينة بمنح فرص أخرى لحكومة نتنياهو؟ لا أعتقد أن هذه الأسرة سيمنحون نتنياهو فرصة الاستمرار فيما يسميه بالحرب الشاملة لأنهم باتوا غير قادعين بما يضر عن هذه الحكومة من تسريحات وتبريرات وبالتالي هم يريدون لهذه الحربة لتكون الأولوية لعملية استعادة ابناهم الأسرة من جنودهم المستوطنين وأن تتوقف هذه العملية العسكرية من أجل إجراء عملية التبادل هم لا يريدون أن يعودوا أبناهم الأسرة في توابيت وخاصة بعد أن قتل جيش الاحتلال أكثر من مرة عدد من هؤلاء الأسرة فلذلك هذه الهدجاجات الشعبية والمسيرات وتتوسع وتتواصل وكما قلت لك لم تعد تقتصر على الجانب التحرير أو استعادة أسراهم في الإطار العائلي أو الأسرية أو الشخصي بل المثلة تتعدى ذلك إلى المطالبة بإقالة نتنياهو وهذا الشعار السياسي يرتقي مع الشعار الذي تطرحه المعارضة الإسرائيلية وخاصة عندما يطرح ووزير أمن صابت مثل بيكدور لبرمن بالإطافة إلى لبيت ريسل صابت ضرورة إجراء اتخابات سياسية خلال الحرب وإجراء اتخابات سياسية في خلال الحرب يعني أنهم يصعون بالإطاحة بتتنياهو وهذه أول مرة إذا ما تجرى تطبيقها أو الأخذ بها ستكون في دولة الاحتلال ولذلك نحن نشاهد أن الانتقادات لأتنياهو والدعوة إلى قلته ورحيله لا تقتصر على أهل الأسرى أو المؤسسين الأمنية والعسكرية أيضا رؤساء وزراء سابقين مثل يهود علمص ويهود براك ولبيت وغيرهم يدعون إلى إقالة نتنياهو ويعتبرون أن هذا الرجل غير مؤهل على الاستمرار في هذه القيادة ووجهوا دعوات لأزم كوت وقانف للانتحاب من مجلس الحرب والعمل على استمالة بعض أعضاء الليكود وحزب جات من أجل تشكيل تكتل ويعمل على إفقاط هذه الحكومة والذهاب لانتخابات مبقرة ثادثة وإذا ما تنفق في هذه القضية فأعتقد بأن نتنياهو سيفد إلى محطته الأخيرة وسواء جرات الانتخابات لهم تجري أعتقد بأن نتنياهو وقانف ونتنياهو وقلانف وسيوتريتشو بن غفير سيختفون من المشهد السياسي لأن نتنياهو إذا ما توقفت الحرب اليوم الأول ستكون هناك لجنة فينقراد 2 على ذران لجنة فينقراد 1 لكن أيضا يبقى تساول مهم ابقى معي أستاذ راسم سوف أعود لي كمرة أخرى أستاذ راسم عبيدات دكتور صباح انطلاقا من ما تحدث به الأستاذ راسم عبيدات يعني من الذي يمكن له ومن الذي يمتلك الجرأة ومن الذي يمتلك القوة أن يحاسب الكيان الصهيوني الكثير من المنظمات والدول تريد أو رفعت دعوة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ولكن عندما ننطلق من الفكرة والمنظومة الفاشلة التي تفضلتم وتحدثتم عنها قبل قليل بالتالي ينسحب عليها موضوع المحكمة الجنائية الدولية التي هي أصلا تابعة للمنظومة الدولية ومجلس الأمن أليس كذلك؟ فمن الذي يمكن له أن يحاسب إسرائيل؟ صحيح أولا بالنسبة إلى هناك حاجة للحديث قليلا عن موضوع المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدد الدولية محكمة الجنائية الدولية هي المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجنس البشري وهذه تخضع إلى ما يسمى باتفاقية روما التي لا إسرائيل وأمريكا ليستها دولتين منضمة إلى هذه ولكن هناك اتفاقيات جنيف الأربعة التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية التي تحدد كيفية حماية المدنيين أثناء الحرب من ناحية وواجب سلطات الاحتلال تجاه الأراضي المحتلة إسرائيل تخل بذلك الالتزام بصورة موثقة يوميا بل أكثر من ذلك أن إسرائيل بدأت توزع السلاح على سكان المستعمرات للاعتداء على الفلسطينيين الغرب شريك في هذا الغرب أجبر المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أمر ضد فوتين بدعوة أنه نقل أطفال لم يقتل أطفال نقل أطفال من أوكرانيا ولم يقتلهم ولكن التأثير الغربي على هذا يجب أن لا ننسى أصلاً أن الغرب والإنجليز على وجه الخصوص وعد بلفور هو وعد أصدره رئيس الوزراء البريطاني عام 1948 يعني بعبارة أخرى منح من لا يملك لمن لا يستحق هذا الدعم استمر مع الغرب ولا يزال مستمر وبكل استهتار بالقانون الدولي وهذا ليس جديد ولكن يجب أن تستمر مواضيع إقامة الدعاوة وهناك دعاوة تقام حالياً أمام محكمة الجناليات الدولية المدعي العام بدأ بالنظر بهذه الدعاوة ضد إسرائيل منذ العام الماضي ولكن الضغط الأمريكي لا يزال مستمر عليه المدعي العام ذهب إلى رفح ليرى بعينه ماذا حصل لكن بالوقت الحاضر الآن هناك شيء تطور جديد وهو حصل قبل أربعة أو خمسة أيام حينما قاومت دولة جنوب أفريقيا بإقامة دعوة أمام محكمة العدل الدولية وهذه تختلف عن محكمة الجنائية الدولية هذه المحكمة قدمت جنوب أفريقيا طلباً إلى المحكمة للنظر بالخلاف بين جنوب أفريقيا وإسرائيل لقيام إسرائيل بالاخللال بالاتفاقية الخاصة بالتطهير العرقي والجنسايد ومحكمة العدل الدولية بعد أسبوعين بتاريخ 11 أو 12 الشهر القادم شهر يناير القادم ستبدأ بالنظر بهذه الدعوة بطبيعة الحال هناك الكثير من الدعوة مقامة أمام المحاكم ولكن كما يعلم الجميع أن القضاء دائماً يأتي متأخر بعد الجريمة حتى في الأحوال الاعتيادية حينما يقتل شخص آخر المحكمة تأتي بعد فترة طويلة يقتل الشخص وتأتي الشرطة وإلى آخرين حتى وإن جاءت بعد مدة طويلة حتى وإن تأخرت هل ممكن أن تعاقب مسؤولي إسرائيل على ارتكاب هذه الجرائم أم مجرد هي أشياء نظرية صورية لا يمكن تطبيقها كما ذكرت بالنسبة للقانون الدولي نفس المشكلة تنطبق عليه بالنسبة للقانون الدولي الآن نحن نعيش في عالم الغاب عالم القوة الذي لديه القوة يستطيع أن يفعل ما يشاء ولكن يجب عدم التخلي عن فكرة أن من لديه حق يجب أن يطالب به يعني إذا الشخص عنده حق ولم يحصل عليه الآن يجب أن يطالب به قد يحصل عليه مستقبلا قد يحصل عليه أبناءه يجب أن لا تنتهي القضية الفلسطينية بهذه الطريقة يعني قلبي يدمي من الألم أنه عشرين ألف شخص راحة ونصفهم أطفال ونساء لكن ما حصل في سبعة أكتوبر هي عملية تغيير لكل القضية الفلسطينية نقلتها من زوايا التطبيع وغير التطبيع والأشياء الأخرى إلى الموضوع الحار الآن ويجب على العالم بغض النظر إذا أرادهم لم يريد كارة مع إسرائيل أو لم يريد عليهم أن يجدوا حلا هناك مليونين إنسان الآن محصورين في جزء صغير جدا في غزة ماذا سيجري لهؤلاء هل ستقوم إسرائيل بإلقاء قنبلة ذرية عليهم هل ستقوم بتهجيرهم إلى مصر والضفة الغربية هذه لا تحلل إشكال الظلم سيبقي العداء مستمر إسرائيل تقول أنها تريد أن تحارب حماس ما هي حماس حماس هم فلسطينيين مفطهدين رفعوا السلاح وهذا ينطبق على كل فلسطيني سواء كان بالضفة الغربية أو في غزة لسوا أعضاء حماس ليست حزبا سياسيا تدخل فيه وتدفع اشتراك حركة المقاومة الفلسطينية هي نتيجة للظلم الذي مضى عليه خمسة وسبعين عاما هذا الظلم يجب أن يتوقف نعم الآن الثمن كما نرى أنا لم أشهد في حياتي ظلم بهذه الدرجة وسكوت من العالم والعرب والمسلمين بهذه الدرجة ولكن الحقوق تستحصل ولا تمنح ودائما ثمن الحصول على الحقوق هو ثمن غالي فأنا أظن أنه إقامة الدعاوة هي إحدى الوسائل ولكن المقاومة يجب أن تستمر من لندن عبر سكايب رئيس جمعية المحامين العرب الدكتور صباح المختار شكرا جزيلا لكم ونشكر أيضا الأستاذ راسم عبيدات الكاتب والمحلل الفلسطيني كان معنا عبر الهاتف من القدس ترجمة نانسي قنقر